هنا قورة سنار الجيش يقدم فيها والغورة التابعة لسنار ناس العمارة ناس وين المناطق اللي كان فيها ينجويد الجيش مشى فيها وارتكز ومشى لقدام بمشط شغال شغل جد شغال يعني الجيش مشى بيخطة موزونة بيخطة واحد اثنين ثلاثة اللي هي المعركة دي ما في خطر جعا دي حملة برية متكاملة اسمها الحصات دي حملة برية لتحرير الجزيرة اسمها الحصات دا الحصات بتاع العشر شهور الآن بدأ هو اللي ضربة البداية امس الصباح ضربة البداية لحملة الحصات كانت امس الاربع صباح الاربع تحرك الجيش ميدانيا ارضا وجوا امس الصباح يسم Tina الحملة بتاعت البرية دي يسمى الحصات دا الحصات بتاعنا بتاع الانتصار الآن الجيش يتحرك من أمس دي كلام حقيقة كلام دغري كلام واحد أن الجيش من أمس بدأ الحملة البرية التي تسمى الحصار بدأها من كل المحاور من اتجاه الفاوب هناك على اتجاه ملغورة بسنار بجنوب الجزيرة مناطق ملغورة فيه المعلومات من هناك بيقول لك أنه خلاص سيطر على ملغورة لكن أنا كبسيونة أكد لك الخبر بتاع مليون المئة أنا ما بقدر أكده لك الخبر ما لم يطلع من الجيش أنا ما بقدر أكده لك لأن أنا ما عندي غمر صناعي براي أنا بتجري معلومة من ناس بيكون عندهم ويفايات فيه الناس نحن منسخ فيهم جدا 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 يعني منسخ فيهم كانوا بجيب لنا المعلومة لكن الناس دي الآن هن طلعوا من المناطق فيه الناس بيجيبوا من ناس تانيين في جيش بيدينا المعلوم يقول لنا فعلا عندنا الجيش يتقدم في اتجاه كده لكن حتى هم ذاتهم المعارك دي متكتمين عنها تكتم شديد جدا 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 الشغل ده تكتم يعني شغل صايل حتى هزاز ما فيه لا صايل صامد عديل شغل صامد آي ما فيه هزاز الناس ديل بهناك غرس النار شتغلوا فيها تماما تمام دقوا الناس ديل دق شديد جدا جدا بهناك ام الغرة اشتغلوا فيها جيش الفاغ اشتغلوا فيها شغل عنيف جدا برضو نفس الشي شغل ماشي بهناك نسب حراز وبرك كل المناطق دي جيش جيش يتقدم بهناك يتقدم الجيش عند المناقل بهنا نفس الشي لكن التفاصيل بتاعت احتل شنو فيها جاتنا الرسائل احتل وين ودخل وين ومسك وين وما بقدر نقول ليه لانه ما بين نسبة مين اقول لك مزوليتي حصري رسمي فهمي نظمي اقول لك خلاص ده كذا لا لا ما بقدر اقول ليه انا الحاجة المتاكد منها وواسق منها وبقوله لك بالفهم المليان الحملة البرية بدت من امس اتقدمت اتجاه مدني واتجاه حاضرات ولاية الجزيرة اتجاه مدن ولاية مدينة ولاية الجزيرة في الوسط في الغرب في الشرق في الجنوب في كل المدن كلام ده واضح الحملة ماشى الناس تطمئن الناس تطمئن الجيش ما بهبش لمواطنين يعني اهل القاعدين هناك اطمئن الجيش ما بيضربون ولا الجيش بيضرب ساي من طرف الجيش لو كان دار يضرب من طرف كان ضرب من زمان كان ضرب من زمانك من طرف بالعكس الجيش الان كل ما دخل منطقة شوف نامس الفيديو بتاع الشكابة فيديو وصل العديل من الشكابة شوفنا ان الجيش دخلت شكابة ومشى على اتجاه فداسي ومشى وضرب فداسي قبلية بيوم اولا ميزة الطيران ضرب ارتكاس هناك كمية بتاع الدنيا زايرة يعني في الحملة البرية بدت الحملة البرية بدت في نت مقطوع والله في نت مقطوع بيتين بيرجع والله العلم عند الله احتمال الان الجنة اتقطع لشغل محدد واحتمال اتقطع ما معروف جماعة ما معروف لكن طالما الجيش متقدم والحملة البرية شغالة والناس ماشيين على تحرير ولاية الجزيرة الناس تدعم والكلام ده بنشوفه الصراح ده بنشوفه وين ويمداكدين منه وين افتح صفحة الجنجاويد افتح صفحة الجوفاني وشوفه قال ليك في شوية بتاعتناي في الجزيرة ما شوية في بل كتير في بيكا في آلم بتصرخه في بل عنده انخيرة غياداتهم فقدوا الشجر الكبار كله وقع الشجر الكبار كله وقع وعندنا معلومة من رسل لنا واحد بنسبة تزعين في المية انه كيكلي ضرب في قراء جنوب الجزيرة هناك المنطقة ثمran غورة وجابونا قالوا جابوو خطو في منطقة في الجزيرة هنا جاي جابو خطو هنا دخلوهم السيف هنا لكن هو مضروب مضروب اكيد مليون المية اكيد مليون المية انه هو مضروب مضروب لكن ما ضرب في المنطقة دي ضرب في منطقة تانية ونقلوا من هناك لأنه المنطقة ديك فيها جيش فيها فيها جيش ماشي جيش عارفة جيش جايب هناك هو جبه هنا عشان نشوف له طريقة بتاعة مهرب عشان نقدر يطلع به هنا الطرق به هنا مفتحة الطرق به هنا مفتحة جبه منطقة قريبة عشان نشرط عشان نهرب الشجر الكبار بتاعهم كلهم ناس موسى وخال حميتي والجماعة ذلك شجر الكبار كله والغايد اللي كان قاعد مع عصمان عمليات الدخل جبله وليها والمهرية كل الغيادات تحت المهرية دنيا زائلة وزائلة مهريتها كل الغيادات الصفة اللول الشجر الكبار كله وقع الشجر الكبار كله وقع باقي البلي باقي الفريق الفريق ربع كلتش بقال والي ولاية الخرطوم الفريق ربع كلتش بقال والي ولاية الخرطوم الباقي ذلك دارين نضقلوا بيهم جنودنا قالوا دارين نضقلوا بيهم يا جماعة المعركة خلصت الآن الحصاد دا بيأكد لك أنه المعركة خلصانة ما في حاجة الناس تخاف ولا يشيلك شكك أنه الجيش منتصر وما يشيلي قدام وما راجع لي وراء ولا خطوة ولا خطوة ولا سنتيمتر ما راجع الحاجات الحاجات التي حصلت في الجزيرة اليوم من أمس للليلة كمية كبيرة الجيش دخل بكميات خرافية كميات خرافية دخل غورة كثيرة غورة كثيرة دخلها كثير من الغورة دخل دخل عديل بوضع النهار لا لف لا دوران كمية كبيرة من غياداتهم دنيا زائلة مشلون امداد أمس من شرق النيل وأنا أبشرك اللي امداد ما وصلهم اللي امداد المشى من شرق النيل أمس بالليل ما وصلهم اللي امداد المشى من شرق النيل إن جغم في الطريق إن جغم في الطريق ما وصل يعني ما في سكة ما في طريق ما في مشى مبلولين 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 دي الخواتيم الخواتيم ومدرمان ما في اي حاجة والله زي ما انت ناس محاصرين وجيش قاعد برا وتقدم بيفتش في البيوت ما في اي حاجة الشهداء حي الشهداء نظيف الماء حي الشهداء والله كله جيش نفس الشهداء جهدوا نفسكم ساي كله جيش كله كله فتشوا البيوت بيت بيت كل البيوت جيش ولا لف ولا دوران شارع الدكات ريش سوق مدرمان كله جيش ما في حاجة القصة منتهية في مناطق محاصرين فيها الناس دي اللي زاعة بيت الخليفة بتعله هالنصار محاصرين فيه بيهناك البيوت بتاعة القبة بتاعة دي ما يدينه المفاتيح قاعدين جوه هناك خاتين معاو نسرة والجيش قاعد حارزه لا بيطلعوا يأكلوا ولا في لون طريقة بتاعة بطلعه ولا في مرقة يتبلوا بس باللي زاعة بهناك برضو محاصرين ما في حاجة الوضع ماشي ماشي ممتاز بانت جيش جيش وشرطة الآن الشرطة في بانت ولا محتاجة جيش شرطة تفتش البيوت وتعمم فيها البيوت تمام بانت بهناك أخو ربعانجة كله جيش دبابات ما في حاجة الانتصار جيه الانتصار جيه خلاص القصة بتاعتها انتهى الناس زي كله الناس الغيادات حقتهم الغيادات كلها انتحت باقي الشفع باقي الشفع ناس جوفاني وناس بقال الشفع ما في حاجة يا هون شفع الان ناس كيكل وناس من الرمم ما عندهم حاجة جلحة وما ادراك جلحة ودأ قجة وكله كله كلام فاضل ما عندهم حاجة الناس ديه خلاص خلصت المعركة خلصت الآن الحصات المعركة البرية اسمها الحصات اكبر معركة برية احتمال انتشار لجيش في افريغيا عادي الانتشار وكمية ماء والله يخرا فيها يا جماعة احنا وصلنا الجيش بتاعنا وصل ثلاثة مليون الجيش حقنا وصل ثلاثة مليون بمستنفرنه بيقى ثلاثة مليون ثلاثة مليون الآن ثلاثة مليون قوات برية سودانية جاهزة للحملة بتاعت الحصات جاهزة فل سلاح فل عتات فل اي حاجة فل ما في ولا لفه دوران نمشي يا جماعة لحاجة مهمة بابا نوسا الحصر في بابا نوسا كالآتي الجنجويد غلبهم يدخلوا بابا نوسا رجالة كده غلبهم يدقوا دقوا العيش ماتوا موتى الضام حصل شنو مشوا للعمد بتاع النو ولملموا يا هون العمد والنظار حقنا وقال لهم تمشوا لدرموت بتاع الغايد بتاع بابا نوسا دا تقول لها سلمنا يسلمون بابا نوسا عشان كده طلع الخطاب بتاع بابا نوسا وبابا نوسا نحن قادرين عليها وبابا نوسا الآن ومبروك شنو عندكم شنو اتدقيتوا لما قلتوا يسلمكم كيف بابا نوسا الغايد هناك عمل شنو جاب الادارات الاهلية وجابهم وكلهم خلاهم جوا وقال لهم ما في مركة ما في مركة قال لهم نتبلى كلنا هنا وده الشغل الصح ده الشغل النظيف ده الشغل الحقيقي ده الكلام ده اللي بقوله لك ده حقيقة الناس زي كونوا العطالة حقينهم الشيوخ بتاعهم القوادين وقال لهم تمشوا تفاوضوا الزلد تقول لهم سلمنا لا بابا نوسا كيف يسلمكم بابا نوسا كيف يسلمكم بابا نوسا يسلمكم لا ينتم رجال جيتوا داخلين قلتوا دارين نخشها الرجالة الدقيتوا لما الله غفر لكم الدقيتوا لما الله غفر لكم نسلمكم لا كيف تاني مش وجابوا العمد وجابوا دير وسلبونا وإحنا أهل وما دارين الغايد مساكن كلهم دخلهم جوا مساكن كلهم خطاهم جوا قال لهم ما تطلعوا بيحصل عليكم وببلة النهاية بس والقصة انتهت الجيش مسيطر على بابا نوسا والجيش قاعد والجيش جيش جيش شفت بابا نوسا لا ده الجيش بتاع السودان خسما بالله العظيم جيش جيش رجال رجال لا بعينه لقبيلة قبيلة الوطن الحاجة الملحمة المثلوا هناك والله العظيمة الشي العمله حاجة تدرس مسك ليك الشيوخ عطاله كلهم دخلهم جوا وقال لهم ما في طلعة ما في طلعة اللي بيحصل عليه أنا يحصل عليه يقول القصة انتهت بابا نوسا بالنسبة لي حكيت لك عنه بتاع تشاد وحاميو عبد الرحيم تشاد ومنوعه زول حاميو عبد الرحيم مشى تشاد وانا لما نقول لك معلومة والله مش اتحدى اتحدى شفت العالم كله لما نديك معلومة انا صادق فيها لاني معلومة ما بجيب لك ساي الناس ديلة اللغاسة لما بقول لك الخوف من اللغاسة والخوف من اللغاسة أنا ما بكذب الناس ديلة بجيبوا اللغاسة جماعة من تشاد العربات بتجي من هناك اللغاسة دي وين بجيبوها من الغاعدة بتاعت الماسكاه الدويلة بتاعت الشر اسمح كلامي ده كويس بتجي العربات بتاعت اللغاسة باللحياء من هناك معروفة ده حي كده حي كده بجيبوا ليه غاسة حي كده حي كده محدد الشحنة كلها بتكون زخيرة كلها بتكون سلاح ودي حقيقة أمشوا أزألوا أمشوا جيبوا هالجنين يقول لكم أزألوا الناس القاعدين هناك أزألوا أي زول لو قال كلامي تقطب عشان كده نحن لما نقول ما في غاسة وما الكلام ده ما بنقوله ساي الكلام ده بنقوله عن معلومات أنه اللغاسة عبارة عن شريان للسلاح عبارة عن إعادة تدوير النفايات يجبوا لك الحرب تاني من جديد عبارة عن تسليح شاحنات بتدخل من تشاد بتدخل من تشاد ويقول لك تشاد اخت بلادي ده كالضاب ده منافق ده ما فاهم حاجة ده ما فاهم حاجة لا تشاد اخت بلادي طالما فيها محمد كاكة عمره ما تكون اخت بلادي تشاد الآن بالنسبة لينا الموت تشاد بالنسبة لينا دعم التمرد الآن تشاد الآن هل بتدعم في التمرد الشاحنات بيتيجي من هناك بتاعت Riaren المتحدة بتجي داخل نفس الشاحنة جابا في الفاشر وانا طلعت لايف وقلت لك العام بداية يحياء الماليشيا الكلام ده حصل في حصل في الجنينة جابوا شحنة هناك وشحنة مليانة سلاح والشحنة مشت وين فور برنقة منطقة يسمى فور برنقة فور برنقة دي اللي فين فيها بالمائك وبكوركو يلا يا جماعة راح تجندوا يا جماعة تعالوا تجندوا يا جماعة يلا يكون احنا دارين الناس ندافع والجهاد الكلام ده حصل حصل وحتى الناس تدربون هناك ودونا السلاح لما نجوا يودوهم الخرطوم رفضوا قالوا نحنا ما بنمشي قالوا نمشوا معنا ناس الجنين المستنفرين بتاعنا الجنينة امشوا معنا لو ما وديتوا هلكوا معنا نحنا ما بنمش فور برنقة مستنفرين فور برنقة رفضوا قالوا نحنا ما بنمش السلاح جاوا من وين اللي مداد جاوا من بره جاوا باللغاسة البصات الجاية العربات الكبيرة بتحت اللغاسة مشو دربوهم هناك في فور برنقة ولما خلاص يمتقوا قالون يلا أكون يلا أركبوا أرحب وين قال لي يلا أكون هناك قال له وين يمشي معانا المستنفرين حقيننا كون أولاد كون أولاد الجنينة طبعا أولاد الجنينة دي لأولاد المصارين البيوت دي لأولاد المصارين البيوت دي لأولاد المصارين البيوت دي لما بطلعون دي دي بلزو الناس دي لك المساكين ودلك بيخلون كتمت كتمة شديدة كل دول يشيل بقجو ويطلح بره يمشي دولة تانية لكن ما بودوهن يموتهن أولاد المصارين البيض ده ما بودوهن الآن الإمداد ما فيه السلاح عندهم وجاءهم من بره وجاءهم بالشاحنات وعندهم المضادة الجديد وكل يوم بتدربوا بالليل وكل يوم فاتحهموا عسكرات تدريب لكن ما عندهم ما عندهم قوات قوات ما عندهم الناس تدربوهم كلهم في فور برنقى كلهم رفضوا كلهم رفضوا عديل قالوا ما ابنه مش مشلون عبد الرحيم دقلو جم انتشاد دخليهن قال لي ما ابنه مش يمشوا معانا المصطنفرين بتاع نجينين يمشوا معانا مصطنفرين نجينين ومصطنفرين نجينين أهلهم قالوا السماء قريب كفايا انقرضوا كل أولادهم ما باقي لون إلا ديل قالوا ديل بيقعدوا هنا يدافوا عنهم لأنه لو مشوا هم ما بيعمنوا اللي بيحصل لهم شنو دي الحقيقة الجنجويد في ألفاظ خلاص انتهى دي اللحظات الأخيرة دارين احيوا بابا نوسا لأنه بابا نوسا فيها قبائل رفضت وكل الناس بالنسبة لهم بابا نوسا لو دخلوه ممكن تدون دافع تدون تاني مرتزغة ما فيه بابا نوسا رفضوا كله بابا نوسا الغيادة رفضت رفضت عديل وناس بابا نوسا عارفين أنه البلد مبسل لموها لا جانب ولا بيعملوا صلوح مع جانب بل بس لما نكمل وقال لهم آخر زول يكمل نحن ممكن تستلموها لكن كده نحن حيين قال لهم بابا نوسا لم تدخلوه ودي الحقيقة لك التحية يا بيسويني كلان جميل جدا زي ما قلتها الجيش خلاص كرب قاشو والمعارق القتامية وبدع وزنجويد بعدها بل جاكم زمان كان عبرين جوتا الساكت وزنجويد كان بنظم صفوفه والآن الحمد الله كل شيء اكتمل جغم بعدها جاكم وزنجويد النخبة زمان ما بطفر المساكن دولهم كان ما بخش المعارق لك انتاني ما في طريقة اتجغم كلهم فا نتمنى كل مقاومة الشعبية في مناطق الجزيرة وكل مناطق الجيش جاي يماشد دا أي ناس خونا أمن مناطقكم وما تخلوه جنجويد يخوش أو يقدر يجيب فزا يعني دي معارق ختامية ودينا دافا فترة كل الناس تغفل كل شيء أمدران برماشي كويس جيش يعني محاصر أمدران كل ما في أي يمداد يخوش فقريبا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كله تتنظف فتحية كله اللي اغواطنا الشعب والمساكن جد كده شغل سميه ومدر الاغاز برر اخوان الناس يتكلموا كثيرا كان العجر انه الجيش مفترض او هكومة او غيادة حقا انه يشترد المنظم انه الاغاز يجيب السواكن فتحية كلها اللي اغواطنا شغل سواكن ومعنى الاغاز يتكلموا برسودان الكيفي لكن لا يجب عليهم نهاية لا يجب عليهم وعندما يجب عليهم السلاة لدينا فنها الله اثنان تراته يجب عليهم السلاة ومعنى الاغاز يجب عليهم استنفار في جنة تجب عليهم مرتزقة صاحبية من غرب افريقيا ويجب عليهم تدريبات هنا والآن بالإغاثة التي يجعلكم إمداد يجب أن تتصلح و تجوه تعالوا من المنتظرين والله يجب أكبر كمية المرتضقة عندكم تردت أحلى البلد واستلامتوا وعملتوا مسكراتوا قادي لكن إن شاء الله غريباً ستتطلق من الجنائينا ومن دارفور كله يعني في ناس لاحسا ما فاكرين كلام ذلك يعني جويل بقاتل من عجل داري يكون عنده دولة داري يتلموا كلهم يعملوا الدولة على حساب على حساب مواطن السودان لأنهم يستهدفوا مواطن السودان فأناس يتمنى أنهم تفهم إخواننا وإذا كذان كذان لي فزاعة ساقت ما أنه أي علاقة بكذان هدفهم بقاتل بكل الشرازة يعني انتصارنا يا موتنا انتصارهم داري دولة وإذا إن شاء الله ما ستبقى